فرحب بكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وحلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء السادس ومازلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله وعنوان حلقتنا الله ليس كجسمي جسم شفنا في الحلقة اللي فاتت سؤال مهم من مسلم وحابي سلفي محتار بيقول أهلستنة يثبتون الصفات مع استمسكهم بقوله تعالى ليس كمثلي شيء فهم ينفون التشبيه غير أنه أرى في كتاب شرح الوسطية للعسيمين أن أدلة نفات الرؤية العقلية فقالوا لو كان الله يرى لزم أن يكون جسما والجسم ممتنع على الله تعالى لأنه يستلزم التشبيه والتمثيل وهنشوف الشيخ الوسطين هيرد على السؤال إزاي ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي ثم نقول ماذا تعنون بالجسم؟ أتعنون بالجسم الشيء المركب من لحم وعظم ودم وما أشبه ذلك فهذا ممنوع الشيخ الوسطين بيقول إذا كنت تقصد أن الله جسم يعني من لحم وعظم ودم فده ممتنع وهو نفس الكلام اللي أراهي العامي الوهابي واللي فهمه من الآية ليس كمثله شيء لما أراها أول السؤال وكان متوقع أن الجواب هيكون كده وبس يعني الله ليس جسم ولا يجوز أننا نقول أن الله يشبه خلقه لأن الجسم معناه أن الله مركب من لحم وعظم ودم وده ممتنع في حق الله وانتهى الجواب لكن صاحب السؤال تفاجئ أن ابن عسيمين بعد ما نفع أن الله ليه جسم رجع تاني وقال وننقل كلام ابن عسيمين لحضراتكم زي ما نقلوا الوهابي العامي صاحب السؤال وأجاب بقوله إن كان يلزم بكون رؤية الله جسما فليكن ذلك لكن نعلم علم اليقين أنه لا يماثل أجسام المخلوقين ونشوف مع بعض الكلام ده من ابن عسيمين بنفسه ونشوف الفيديو اللي جاي نقول لهم إن كان يلزم من جوازي رؤية الله عز وجل أن يكون جسما نعم فليكن ليش لأن لازم قول الله ورسوله حق ولكن لا يلزم أن يكون هذا الجسم كالأجسام المخلوقة لا يلزم هذا كما أنكم أنتم تقولوا لله ذات لا تشبه الذوات فنحن نقول إذا كان يلزم أن يكون جسما فله جسم لا يشبه الذوات الشيخ العسيمين قال في الأول إن الجسم ممتنى في حق الله إزاي يرجع ويقول إن لزم أن يكون ليه جسم عشان نشوفه في الجنة فليكن ليه جسم بس جسم بزاي أجسام المخلوقين يعني ممكن نقول إن الله ليه لحم ليس كلحم المخلوقين برضو والله ليه عزم ليس كعزم المخلوقين برضو والله ليه دم ليس كدم المخلوقين برضو ودم الله اللي ليس كدم المخلوقين هتكون ليه فصيلة أكيد ليس كفصيلة دم المخلوقين برضو ونشوف الشيخ ابن وسيمين وهو بيقول أنه ليس كمثله شيء ممكن نقراها ليس كجسمه جسمه ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي أم تريدون بالجسم الشيء القائم بنفسه الفاعل لما يريد الذي يأتي ويتكلم وينزل إن قالوا نريد هذا فنحن نلتزم به ونقول إن الله هو هذا وليس كمثل شيء ووسمع البصير اللي يقول إن الله جسم إذ كان قصد إن الله بنفسه يأتي وتكلم وينزل فالكلام ده إحنا ملتزمين به برضو ونقول إن الله جسم ليس كمثله جسم وهو السمع البصير طبعا الوحيب السلفي العامي عاوز يقول يا خلق يا هو ده كفر بس مش قادر يقولها فقال أنا هقولها بطريقة عنيها وودنك منين يا جوحة نشوف قالها زي بيقول كده رأيت في إحدى فتاواكم ولا أحفظ رقمها إن ما نعتقد أن الله جسم فهو كفر وأيضا نبه على ذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله بقوله الممثل يعبد سلما والمعطل يعبد عدما يعني الكلام اللي بيقوله ابن وسيمين ده كفر وأنا شفت فتوى من موقعكم بتقول إن ما نعتقد أن الله جسما فهو كفر ما فيش جسم لا كالأجسام ولا نحن نلتزم به بأنه جسم ليس كمثله جسم هي كلمة واحدة نقول الله جسم تبقى كفر والظهر إن العامي الوحيبي السلفي ما عجبوش لما ابن وسيمين قال ليس كالأجسام واعتبر إن ده تبسيل لله يعني يمثل الله بخلقه وده كفر ومش قادر يقولها برضو فقال ما فيش حد أحسن من ابن تيمية أنقل كلام كلامه كلام ابن تيمية يعني الممثل يعبد صنما يعني العامي الوحيبي السلفي كأنه بيقول لابن وسيمين ومشايخ الوحيبية السلفية أنتو بتعبدوا صنم بس خاف يقول كده ويسكت أحسن ينفسه في حد الردة فقال بسرعة ده مش كلامي ده كلام شيخكم ابن تيمية فلو هتكفروني تبقوا بتكفروا ابن تيمية لكن أنا عاوز أطمن العامي الوحيبي السلفي أن الإمام الشافعي برضو كفر اللي بيقول إن الله جسم وشوف معايا الفيديو اللي جاي الإمام الشافعي رضي الله عنه قال المجسم كافر يعني المجسم ما عرف ربه من هو المجسم الذي يثبت لله المكان مجسم الإمام الشافعي قال المجسم كافر يعني المجسم ما عرف ربه من هو المجسم الذي يثبت لله المكان مجسم والمشكلة برضو إذا ابنه سيمين قال فنحن نلتزم به يعني نلتزم إن الله جسم شوفوا معي الفيديو الجاي وتأكدوه من الكلام فنحن نلتزم به وهنقول إن الله هو هذا وليس كمثل شيء وهو السميع البسيط وهنقول كلام ابنه سيمين بصيغة أخرى أو بصيغة مباشرة نلتزم إن الله جسم ونقول إن الله هو جسم ليس كمثلي جسم هو السميع البصير والغريبة إنه لما يقول جسم يبقى كده جسم ولما يقول جسم ليس كمثليه جسم يبقى تجسيم وتشبيه في وقت واحد ونشوف المفتي الدكتور علي جمعة وهو بيعلق على حكاية التجسيم والتشبيه بطريقته ونشوف الفيديو اللي جاي إنما ذلك المشبه المجسم الجاهل ابن الجاهل الذي لا يعرف عربية ولا يعرف فرقا بين النصوص والتفسير علي جمعة بيشوف إن المجسم والمشبه جاهل وابن جاهل يعني مؤسسين المسهب الوهابي السلفي جاهلا ومش بيعرفوا اللغة العربية ومش بيعرفوا الفرق بين النصوص وبين التفسير ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة نشوفنا في حلقة النهاردة المسلم بيسأل إن أدلت نفات الرؤية العقلية قالوا لو كان الله يرى لزم أن يكون جسما والجسم ممتنى عن الله تعالى لأنه يستلزم التشبيه والتمثيل والشيخ ابن عسيمين رد عليه وقال ماذا تعنون بالجسم؟ أتعنون بالجسم الشيء المركم من لحم وعظم ودم وما أشبه ذلك فهذا ممنوع والمسلم المحتار رح قال رأيت في إحدى فتواكم إنما أنا اعتقد إن الله جسم فهو كفر وأيضا نبه على ذلك الشيخ ابن تيمية بقوله الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما ابن عسيمين أكد وقال لو معنى الجسم هو الشيء القائم بنفسه الفاعل لكل ما يريد الذي يأتي ويتكلم وينزل إن قالوا نريد هذا فنحن نلتزم به ونقول أن الله هو هذا ليس كمثله شيء هو السميع البصير تابعوني الحلقة الجاية نواصل سؤال المسلم السلف الوهابي المحتار وأجوبة الشيوخ عليه وألتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقله إذا يرد بعقله إذا ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المسلم